اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في تصريح خاص لمركز الأخبار أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى تعيش نهضة كبيرة في شتى القطاعات وحققت العديد من الإنجازات الحضارية التي بوأت المملكة المكانة المرموقة التي تليق بعمقها الحضاري والتاريخي نعم زينل أضافت أن دور العنقاد الرابع اتسم بالثرائف النتاجات التشريعية وشهد تقدما كبيرا في مستوى العمل المشترك والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بداية أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم العرفان والامتنان إلى مقام حطرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهات جلالته السامية ودعمه المستمر لعمل مجلس النواب والذي تلمسته شخصيا في كافة مراحل العمل وكان خير زاد وحافز لتحمل المسئولية الوطنية والمهام المنوطة برآسة المجلس ولكل ما من شأنه أن يعزز من دور بيث الشعب إذ أن دعم المشرف والتوجيهات الحكيمة والمساندة الملكية السامية بمثابة الرافعة الأسمى والدافع الأهم لتسريع الخطى المتقدمة التي تحققت خلال الفصل التشريعي الخامس رغم كافة التحديات والمعوقات ونحن في نهاية الدور الرابع أستذكر اللقاء الأول الذي شرفنا به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مع مطلع الفصل التشريعي الحالي وما حمله من رأى سامية تستهدف إحاطة المسئوليات الوطنية بالتوافق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات تنموية وعلى ذلك سعينا جاهدين للوصول إلى ما بلغناه من خطوات منجزة ما كانت لتتأتى من دون الدعم والمساندة الرفيعة التي حظى بها مسار العمل الوطني المشترك من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه على توسعة أطر التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات الهادفة لخدمة الوطن والمواطنين ولقد خرجت السلطة التشريعية في هذا الفصل بحصيلة من الإنجازات التشريعية والتي تمثل عتبات في سلم النفطة التشريعية التي تشهدها البحرين وتخلق فرصا لمزيد من التطوير وتخلق روافد تراكمية من الخبرات خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي واجهناها جرات تفشي جائحة كورونا وما شكلته من حافزا للابتكار وتحويل التحديات إلى فرص نجاح وتلافا للعوائق